وزارة المناخ تمدد برنامج مكافحة الإصلاح وتوسيعه ليشمل الدراجات الهوائية يعني هذا بصراحة برنامج رائع جدا أنا فعلا أدعو هلا كل من عم يسمعنا بإمكانه اللي عنده أي جهاز الكتروني أو دراجة عادية أو كهربائية إنه فعليا يذهب إلى أي مركز صياني ويقوم بصيانته وبيقدر يخضع ياخد في موقع بيقدر يكتب فين بونس أو بونس أو ريباراتور بونس أعتقد ريباراتور بونس يكتبوا على جوجل بيطلع له كل واحد على هو المقاطعة اللي قاعد فيها بيقدر يحصل على قسيمة خاصة وبناء على ذلك بيروح بيصلح دراجة بيصلح كذا طبعا هذا المبلغ هو فعليا في مبلغ كان سابقا يصل إلى أعتقد إلى أربعمائة يورو اليوم المبلغ بصراحة تم حصره إلى نصف المبلغ وهو حتى مائتين يورو ويتم تغطية خمسين بالمئة من التكلفة يعني أنا صلح الدراجة دراجة دراجة هوائية عندي بقيمة مائة وخمسين يورو أنا من خلال هذا البونس بقدر أحصل على خمسة وسبعين يورو بيرجعوا لي طبعا أنا بالبداية بدفع التكلفة كاملة للمحل للصيانة يكون معك الفاتورة مدفوعة بتضبط الفاتورة مدفوعة بتقوم بإرسال الفاتورة وكل هالتفاصيل فيه إلى تطبيق خاص عن طريق الإنترنت وبتحمل الفاتورة على التطبيق وبتحمل الفاتورة وبيرجع لك خمسة وسبعين يورو بس أنا مئة وخمسين عملت صيانة بمائتين يورو برجع لي مائة يورو فهذا الشيء أنا برأيي صراحة شيء جميل وممتاز وبإمكان أي أحد وهذا الفق حلوات الموضوع الساسم دوح هذا بتقدر كل يوم بتستعمله يعني كل يوم عندك جهاز تقدر تعمل أول مرة وثاني مرة وثاني وظلك صلح ما فيه له أحد ما فيه له لمت يعني عفوا ما فيه له أي 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 حد فشيء جيد ترجمة نانسي قنقر